اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين الكنيسة الاسرائيلي يقر ميزانية معدلة لهذا العام بزيادة 19 مليار دولار لتغطية كلفة الحرب على غزة معدلة تواجه التونسيين في شهر رمضان ارتفاع اسعار المواد الغذائية من دون مبرر وندرة في بعض السلع وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض القدرة الشرائية الحكومة البريطانية تقترح ترحيل اللاجئين غير الشرعيين قصرا او طوعا الى رواندا لقاء مبالغ مالية وسونك يعتبره اولوية وطنية ملحة اهلا بكم اقرى الكنيسة الاسرائيلي موازنة هذا العام المعدلة لتمويل نفقات العدوان ضد غزة وتحدد الموازنة ثقف الانفاق الحكومي عند 162 مليار دولار بزيادة اجمالية قدرها 19 مليار دولار عما جاء في موازنة الاساس وتنص على زيادة الانفاق على الدفاع وتعويض الاسر والشركات المتضررة من الحرب وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من اجمالي ناتج المحلي ارتفاعا من 2.4% كانت متوقعة قبل الحرب وصفت روسيا خطط الولايات المتحدة لبناء ميناء بحري موقت بساحل غزة لتقديم المساعدات الانسانية للقطاع بانها رقص على العظام واعتبرته مشروعا وهميا جاء ذلك في رد المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو بشأن مدى جدية مبادرة الولايات المتحدة لبناء الميناء الموقت وقالت زخاروفا ان ذلك يعد رقصا على العظام وسخرية من الناس والأولى من هذا كله السلام في المقام الأول قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية ان بلاده ارسلت 9000 طن من المعدات الطبية والمساعدات للأطفال اضافة الى مظلات للاردن لاستخدامها في اسقاط المساعدات واضاف القول ان بلاده تعتبر اسقاط المساعدات الانسانية جوا وخطة توصيل المساعدات عن طريق البحر يمثلان تطورا ايجابيا لكنهما لن يحل المشكلة الاساسية لتخفيف معاناة سكان غزة وسط النقص الحاد في المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك خرج اطفال في غزة في تظاهرة احتجاجية الاطفال رفعوا الاطباق والاواني الفارغة ورفعوا صوتهم منادين العالم وقائلين نحن نتدور هل تسمعونها؟ اجينا هنا علشان نظهر للعالم وكل العالم انه احنا جاعنين بدنا ابسط حقوقنا علشان نعيش بدنا اكل بدنا نطحين بدنا ابسط مقاومات الحياة علشان ناكل ونقدر نعيش في سياق اخر حذرت وكالة موديز من ان المصارف القطرية منكشفة على مخاطر التعثر وضعف اداء القروض في قطاعات العقارات والمقاولات والضيافة وتوقعت ان يتفع مستوى القروض المتعثرة الى ثلاثة ونصف في المئة من اجمالي محفظة القروض في نهاية هذا العام غير ان موديز اقت النظرة المستقبلية للبنوك القطرية مستقرة واوضحت ان ما يدعم استقرارها هو الربحية والكفاءة التشغيلية في ظل ارتفاع الاسعار والندرة في بعض السلع وتضخم اسعار المنتجات الغذائية الاساسية يواجه التونسيون معضلة تأمين احتياجاتهم اليومية خلال شهر رمضان ولسيما مع ارتفاع نسبة البطالة وهو ما ينعكس بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين تقرير عماد الشتار بصعوبة تواجه الفئات المتوسطة او محدودة الدخل في تونس ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان في ظل معدل تضخم اجمالي في البلاد بلغ 7.5% ليرتفع تضخم اسعار المنتجات الغذائية الاساسية كاللحوم والخضروات الى 20% حاجات صحيح تنجم تعملهم وتنجم تشريهم لكن ثم حاجات بصرش لهم اذا كان باش تسر خاطر انقوفة شنور فاعي فالوازم كل بتاع بشمر ميتة طيب بقى اللوازم كل بما فيهم الحم كما كنت نعكي لك والجيش وهذه كل حواجة منها منها وصلت موصلها منها طارت من قداء بالقداء وهذا المواطن ماوش مقدور عليه المواطن ماهما يكون كل قدير وقدر وكل واحد كيفاش ينجم يعيش وظروف النسب كلها على بعض يكذب عليك لقول لك راني لباس الحمد لله هو كهو بالصبر بالصبر تو تتحلل ببين كل قد يضطر المواطن الى التخلي عن الكماليات او بعض الاساسيات لضبط الانفاق عند مستوى الدخل فيما سعت الحكومة الى العمل على التحكم في الاسعار من خلال العمل على تحسين تزويد الاسواق بالبضائع للتوفيق بين العرض والطلب عبر اللجوء الى توريد منتجات عديدة كما اطلقت حمالات ميدانية لمحاربة الاحتكار والمضاربة الاسعار ان شاء الله بش تكون معقولة الرسالة هو كونه معناه المواطني سندنا في المجهود هذية توازن في السلوك الشرائي لا داعي لللهفة لا داعي لكل اكتظاظ اللي من نجم كان يغذي مظاهر الاحتكار وايضا تفاعل مع مصالح المراقبة لتبليخها بكل التجاوزات اللي تم رسطها ندرة في بعض المواد الاساسية في الاسواق وارتفاع لافت في الاسعار غير ان تزويد الاسواق بالبضائع تحسن مقارنة مع الاشهر الماضية بين مترقة احتكار التجار والسندان خيارات الحكومة بتغليب تزديد الديون الخارجية على تأمين حاجيات المواطنين ذاقت تونسيون الامرين طيلة اشهر لتبدأ الاسواق في تحسن مع حلول شهر رمضان وعلى مسافة ستة اشهر من الانتخابات الرئاسية ارتفعت اسعار النفط باكثر من 2% بعد الهجمات الاوكرانية على اكبر مصفات نفط تابعة لشركة الروسنفط الروسية في ظل خوف من اضطراب محتمل في الانتاج وصعدت العقد الاجلة لخامي برانت بنسبة تفوق الاثنين في المئة الى 84 دولار لكل برميل وارتفع عقد خامي برانت تكساس الوسيط الامريكي عفوا خامي غرب تكساس الامريكي الى 80 دولار للبرميل تراجع سهم شركة انتل بنسبة 4.4% في وول ستريت بفعل انسحاب البنتاجون من صفقة بقيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار لصناعات الشرائح وبذلك فقدت انتل 8 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد وبحسب المعلومات فان انسحاب البنتاجون يضع العبء على وزارة التجارة لتعويض اي خلل قد ينجم عن ذلك وكان تمويل وزارة الدفاع جزءا من حزمة انفاق وقعها الرئيس جو بايدن من شأنها ان تدعم انتاج اشباه الموصلات المتقدمة للبرامج العسكرية والاستخبارية اقر برلمان الاتحاد الاوروبي اولى مجموعة من القواعد التنظيمية لادارة الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي واثنت رئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا على القانون الجديد لانه يتيح الابتكار لكن مع ضمان الحقوق الاساسية ومن المتوقع يدخل القانون حيز التنفيذ في نهاية الدورة التشريعية في ايار مايو بعد اجتياز الفحوص النهائية والحصول على موافقة من المجلس الاوروبي الغار رئيس الروسي فلاديمير بوتن قرار مصادرة اعمال شركة دانون الفرنسية العاملة في مجال الصناعات الغذائية بعد اعلانها عن خطط لبيع اعمالها في روسيا لشركة خاصة وتضم شركة دانون في روسيا 13 مصنعا تشغل اكثر من 7000 شخص وتشكل مبيعتها من روسيا 5% من اجمالي المبيعات حول العالم وكان بوتن قد امر في تموز يوليو بنقل اصول دانون موقعا الى وحدة حكومية روسية في اطار العقوبات الجوابية التي فرضتها موسكو على شركة الاوروبية اذا فرض الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية عقوبات على روسيا قابلته الاخيرة وشعبها بمزيد من الاسرار على الصمود ومنع الاقتصاد من اي انهيار تقرير موفدة الميادين الى روسيا لنا شهين ريان الغربي على اضعاف روسيا فشل وصمد اقتصادها في وجه جميع العقوبات التي فرضت عليها ايجاد بدأ الى عديدة كان خيارا اتى اكله نقف امام هذا المطعم الذي كان يحمل علامة تجارية غربية واليوم يتم استبدال كل ما فيه بما هو محلي في بلدنا لدينا العديد من الخيارات ومطعم مكدونالد غير اسمه بعد مقطعة روسيا ونحن سعداء بالمطعم الجديد نسعى الى دعم وطننا الامة من خلال زيارة المطعم الجديد التي جرى فتحها بعد مغادرة المطعم الاجنبية هذا واجبنا تجاه وطننا وهو ان نقف معه في المصاعب اينما وحيثما وليت وجهك هنا في موسكو ترى الحياة تمضي بالشعب الروسي الذي يؤكد انه على قلبي رجل واحد في الدفاع عن وطنه وضع الغرب اكثر من 17 الف عقوبة على روسيا الاتحادية وذلك من اجل اضعافنا نحن والشعب الروسي نقف بعضنا الى جانب ببعض في المحن موحدين وتعلمنا بسرعة كيفية تخطي قضية العقوبات شكل كل من الغاز والنفط ركزة اساسية للاقتصاد الروسي اما استراد الطاقة والاسمدة من قبل البارازيل والصين والهندي فمثل رافدا لمنعه من الانهيار اقتصاد روسيا نمى العام الماضي بمعدل انفاق لاقتصاد العالمي يقول الرئيس الروسي ويؤكد ان الغرب اخطأ في حساباته وان روسيا تحتل المركز الاول اقتصاديا في اوروبا والخامسة على مستوى العالم لنا شهين موسكو قال وعيدين تعتدم الحكومة البريطانية تقديم اقتراح يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين وهو ان يرحلوا طوعا الى رواندا وان تقدم لهم مبلغا قد يصل الى 3000 جنيه استرليني للاقامة هناك وتعمل لندن منذ عامين على طرد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة مخالفة للقانون الى رواندا وذلك اما طوعا او كرها وفيما يعتبر رئيس الوزراء المحافظ ريشي سونك ان الامر اولوية وطنية ملحة ابدت رواندا استعدادها لاستقبال الاشخاص الذين يرغبون في اعادة بناء حياتهم ويتعذر عليهم البقاء في بريطانيا بهذا نختم النشرة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة